معزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نشرح لكم عن زر المود الموجود في جميع رموت سبالت جميع رموت سبالت اليوم نشرح لكم عن زر المود وكذلك زر الفان اهم زر في رموتات سبالت هو زر المود ليش لان هذا الزر او هذا المفتاح المود بخمس وضعيات كل انواع السبالت مهما كان لنوعيته وشركة مهما كان قوتها واحد طان اثنين طان ثلاثة طان اربعة طان كلها تشتريك بهاي الخمس صفات فهسا نشرح زر المود وزر الفان فقط لان مهمات جدا هواي جاش تكون من هاي الزرين زينا الوضع الاول وضع المود ووضع التبريد ما نتدوس الوضع الاول هسا هذا وضع المود مثل ما داششوفو اخوان ايه هذي بخمس كل دوسة تحول لك الى تبريد بعدين دوس تلوخ الاوتو دوس تلوخ الى فان ودوس تلوخ الى دري ودوس تلوخ الى هيت فهسا احنا نشرحها بالرسم ورسمت لكم اياها بالتفصيل ارسمت لكم هذا رموت سبلة لا على التعيين وكل سبلة ما رموت بهاي بمود وبيفان فهس المود بخمس وضعيات الوضعية الاولى هو وضع التبريد هو كول اذا اترد هوا بارد تلوخ ابح São المؤدي اذا اترد هوا على الوضع H obtener اذا ترد وضعية الاطو أنها تم اخذ الى Napo 列ه كفه Strategic الرمز يعني هذا الرمز هو يعني رمز الاوتو. الوضع الثالث هو وضع التجفيف دري. يطلع لك بالشاشة انه سبلت موضوع على وضع الدري. وتطلع لك ثلاث نقاط. هاي الموجودة بالشاشة. يعني تخلى على وضع التجفيف. الوضع الرابع هو وضع المروحة الفان. هاي الفان من الدوس هاي يطيك بس هوا الغرفة. ما ينطيك لا هو بارد ولا هو احان. مجرد هون موجودة بالغرفة يتدور. وتطلع لك بالشاشة. هايضا الرمز. رمز الفان. الرمز الاخير هو وضع التدفئة. فيطلع لك بالسبلت هاي الكتابة هيت او يطلع لك رمز الشمس. يعني يدل عن ان السبلت ماتك. ده يدفع هوا حار. فهاي الوضعيات الخمسة. المهمة جدا في رموت السبالة بكافة انواعها. نيجي على وضع الفان. وضع الفان بي ثلاثة وضعيات. ناصي. هاي يطلع لك نقطة وحدة او حبة وحدة. اه في الشاشة. في شاشة الرموت. الوضع المتوسط او الميد. الميد. ام اي دي ميد. يطلع لك حبايتين. وضع الثالث. هو وضع الهاي العالي طلع لك تتحبايات. اذا ثلاث درجات مهمة في وضع الفان. درجة درجتين ثلاثة. مثل وضعية السبلت ما السيارة في دناصي وساط عالي. كذلك السبالة ما لبيوت القطعة الداخلية. ايضا من الرموت تقدر تتحكم بسرعة المروحة الفان. تريد ها ندفع هنا قليل. ل Tai دفعها وسط. تريد تريد成 دفعها عالي. يطلع لك بالشاشة. حبايتين0. ثلاثة حبايات. او يطلع لك هذا الرميز. لو ال او دي بليو او ميد ام اي دي او هاي اي 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 جي ات. فهاي الشغلتين مهمة جدا. الوضع ييتين وضع المود ووضع الفان هاي مهمة جدا. يبقى الوضع هذه الولاي ويشغل ويطف في السبليت. وهذا الوضع يحرك الزعانة في سمو سوينج. يعني يحاول الهواء يمينا ويسارا. ويوجد وضع النوم. فهاي هي كل شرحت لكم كافة انواع السبالت وكافة انواع الرموتات هو بهذا الوضع وضع المود نفسه متكرر في كل انواع السبالت وفي انواع الرموتات مع السبالت مجرد تعرف وضع المود ووضع الفان انت لح تسيطر على السبليت وتعرف تحاوله من تدفيع التبريد. وتقدر تحاول السرعة مع الفان بسرعة واطئة بسرعة متوسطة بسرعة عالية. فهذا هو شرح مفصل الرسمة الكوميات لغموت السبالت. فلا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.